أفاد مراسل الحدث بإطلاق عشرة الصواريخ من جنوب لبنان تجاه شمال إسرائيل وأشار أيضا مراسلنا إلى أنه تم تفعيل صفرات الإنذار في أربع وتسعين مستوطنة وبلدة في الحدود الشمالية وأن الجيش أغلق مزيدا من الطرق شمالا خشية إطلاق المزيد من الصواريخ وفي بيان له قال حزب الله أنه أطلق 62 صاروخا تجاه إسرائيل ردا على مقتل العروري الجيش الإسرائيلي أفاد من جانبه باستهداف الخلية التي شاركت في الهجوم على شمال إسرائيل كما قام بسلسلة غرات جوية على عيت الشعب